اشتركوا في القناة الحبيب المصطفى على العالمين سيدنا محمد ابن عبد الله ما دمنا نسير على خطى الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ونتناول سيرته العطرة أن نمر على بعض من معجزاته لنرى كيف كان يوقره ويجله الحيوان والطير والجماد أيضا والله إني لأرتجف من فرط سعادتي حينما أتذكر قصة الجمل الساجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لأهل بيت من الأنصار جمل يستقوون عليه ويعاملونه بقسوة شديدة قم أيها الجمل ضعيف قم قم هيا قم هيا قم ابتعد ابتعد عني ابتعد 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 عني ابتعد عني أيها الجمل ماذا بك يا رجل الجمل لقد هجم علي الجمل وكاد أن يقتلني يقتلك كيف هذا كيف هذا لابد أن شيئا قد أخاف تعال فلنذهب إليه ونرى واستمر الحال هكذا كثيرا إلى متى سنظل هكذا لقد عطش الزرع وجف النخل فلنعرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد وأن الحل عنده يا رسول الله كان لي جمل أستقوي عليه وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع وجف النخل فقال رسول الله لصحابته قوموا فتح رسول الله الباب على الجمل على الجمل فوجده عند حائط فحاول الاخترام يا رسول الله إنه أصبح كالكلب المصعور وإني أخاف عليك إن اقتربت منه قم أنا رسول الله الأنصاري وقال ليس علي منه بأس ودخل مكان الجمل فجاء إليه الجمل وخر ساجدا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رسول الله على رأسه وأخذ بناصيته حتى هدأ الجمل الله أكبر الله أكبر الله أكبر يسجد الجمل بين يدي رسول الله الله أكبر الله أكبر والله إني أولى بالسجود لك يا رسول الله من ذلك الذي لا يعقل فنهاهم رسول الله عن قول ذلك وقال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر أبدا وقد أمر رسول الله الأنصاري أن يعامل الحيوان برفق ونهاه عن القسوة مع الحيوان وقال له أما تتق الله في البهيمة التي ملكتها إنه اشتكى لي أنك تجيعه وتضربه خر الجمل ساجدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه ما من مخلوق على وجه الأرض إلا وعلم أنك نبي ورسول من عند رب العالمين عليك أفضل الصلاة وأتم التسلم أيها المسلمون أيها المسلمون يأمركم رسول الله بالإسراع في السير أيها المسلمون أيها المسلمون يأمركم رسول الله بالإبطاء في السير لديك تفسير لما يحدث فقد أمرنا رسول الله بأن نسرع في السير والآن يأمرنا بأن نبطئ في السير إن رسول الله عطوف حنون على البعير والدواب فقد أمرنا بالإسراع في السير حينما مررنا بأرض صحراء قاحلة وأمرنا بالبطر في أرض مخصبة كهذه رحمة بالحيوان والدواب كي يأكلوا من أعشاب الأرض درس آخر يعلمنا إياه رسولنا الكريم في التعامل بإنسانية مع الكريم فقد زرع الله في قلبه عليه الصلاة والسلام الرحمة على الحيوان والطيب والتعامل برفق وليم حتى مع الجمال نعم أما أعداء الله فلم يشعروا بلين أبدا بل قست قلوبهم وكانوا يعاملون الحيوان بقسوة وعم نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فكانت معاداتهم لرسول الله نتيجة طبيعية لقسوة القلب جعلتهم يحشدون له ولمحاربته كان رسول الله يستند على جذع من النخل كين كان يخطب يوم الجمعة ماذا بك؟ أفكر في أمر رسول الله أنه يستند إلى الجذع أثناء القلبة وأشعر أن هذا فيه تعب له وفيما تفكر يا رسول الله هل نصنع لك من برد تقوم عليه يوم الجمعة وتسمع الناس خطبتك وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى على الفكرة وقال له نعم ماذا تصنع يا زوجي العزيز؟ أصنع من برد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيديك أبي وأمي يا رسول الله وصنع الرجل منبرا خشبيا من ثلاث درجات يلقي رسول الله خطبته من فوقه ولما انتهى الرجال من وضعه في موضعه أراد الرسول الكريم أن يقوم على المنبر ليخطب عليه فلما مر رسول الله وجاوز جذع النخلة الذي كان يستند عليه خار الجذع حتى تصدع وانشق وكاد ينفلق فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى لما سمع الجذعي إن شوقا إليه فاحتضنه وسكن الجذع بسم الله الرحمن الرحيم الآن وقد وصلنا إلى نهاية الجزء الثاني من السيرة العطرة فلا بد أن نستعرض ما جاء فيها ففي سيرته صلى الله عليه وسلم دروس وعبر لا بد أن نعيها لما فيها من هدى وصلاح للمسلم لقد تعدوا على عرضنا وقتلوا أخانا وجئنا ننشد القصص يا رسول الله نحن نستسلم ونقر بحكم محمد فماذا هو فاعل معنا؟ لقد عفى رسول الله عنكم شريطة عدم اعتدائكم على المسلمين أو الغدر بهم ويحق لكم ممارسة تجارتكم كما كنتم من قبل وهل تقدر على قتل محمد وسط أتباعه في المدينة؟ سترى بعينيك ما أفعل يا محمد ماذا أنت فاعل معي؟ أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنتك فاذهب حيث شئت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله وأنك على حق يا محمد وأن حزب أبي سفيان هو حزب الشيطان يا قوم إن محمداً له رسول من عند الله بحق أسلموا يا قوم واسمعوا لمحمد يا حبيبي يا رسول الله لم تشبع نفسي من سيرتك وهكذا انتهى الجزء الثاني من سيرة النبي العطرة وإلى المنطقة مع الجزء الثالث من حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم من أمامكم لن توقف لمن أمامكم لن توقف لن توقف التوقف لن توقف للحو passage أطين caricغام لن توقف التوقف توقف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصلت رسالتك يا نبي يا نبي الله يا رسول الله الله يا حبيب الله الله ترجمة نانسي قنقر غالي وحبك ملينا بتزيد غلوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا سرتك رحبنا المخطور غالي وحبك ملينا بتزيد غلوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا ما انتلي بيك فرح الحزين وعصرات مادة ايدين تنبوا الوراق اليوهنين عالجنة والدين وقالت رسالك يا نبي يا نبي الله 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 يا رسول الله 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 يا حبيب الله 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 pointing يا رسول الله 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 يا حبيب الله